أهلا بكم من جديد بطل هذه الفقرة هو هذا الرجل صاحب الوجه غير المريح الحقيقة ويمكن لنا أن نصف بأنه صاحب الوجه القبيح الحقيقة وهو المدعو إبراهيم مونير أهو إبراهيم مونير إبراهيم مونير هو واحد من قيادات تنظيم الدولي لجماعة الإخوان وكان ليه دور كبير جدا بعد 30 يونيو فيه محاولة لم الهربانين بره في الخارج سواء في تركيا سواء في لندن سواء في ماليزيا يعني بيشرف على هؤلاء لكن الحقيقة أنه إبراهيم مونير ده حرامي حرامي يعني اللي هو اختلس ما يقرب من 200 200 200 مليون دولار من أموال كانت رايحة لتمويل الإخوان وقنواتهم وإقاماتهم في الخارج لأنه الراجل مسؤول فبتيجي تبرعات كتير ناس مهووسة بالفكرة بتاعتهم فالرجل ده اختلس أموالا من أموال هذه الجماعة فراجل حرامي اللي احنا هنحكيه ده هو فصل من فصول سقوط الإخوان وانحطاته اللي هو أنت إيه هل هذه الجماعة اللي كانت أو لا تزال بتتكلم عن مصر وحكم مصر ولأنه إبراهيم مونير من أيام عمل حوار على موقع الجزيرة وقال إن احنا منتظرين النظام يسقط في مصر عشان نرجع تاني ولأنه راجل سازج وهو لا أقول تافه يعني فقال لك احنا النظام ده أكيد هيقع النظام ده أكيد هيخلص ده بحكم ربنا فلما يقع إن شاء الله احنا راجعين ايه مشكلة إبراهيم مونير بعد سقوط محمود عزت اللي هو كان أحد القيادات التاريخية في الجماعة واللي تم الأبضى عليه في التجمع الخامس كان محمود عزت هو القائم بأعمال المرشد العام للجماعة فالوقتي تم الاستقرار على أن يكون إبراهيم مونير هو المرشد أو القائم آسف القائم بأعمال المرشد لي جماعة الإخوان الإرهابية أول ما ده حصل وبدأ الخبر يتسرب ما بين شباب الجماعة الإرهابية فعلى مجموعة من مجموعات التليجرام اللي بيتواصلوا من خلالها أعلنوا زي ما حضراتكم هتشوفوا في الوقت كده أعلنوا رفضهم التام لأن يتولى إبراهيم مونير هذه المهم يعني شباب الإخوان اللي هم ضلين ومضلين ومضللين قالك لا إبراهيم مونير ده ما يبقاش قائم بأعمال المرشد لأنه الراجل ده يعني ضعيف الشخصية والراجل ده متهم بالاختلاص إحنا عندنا صورة من مجموعة التليجرام يتمنى أن الشباب ما يكون شوتاهوا زي الأول فبعتوا الرسالة بتاع التليجرام دي يقولوا لا إحنا مش عاوزين إبراهيم مونير لأنه إبراهيم مونير راجل فاسد وراجل سرق أموال الجماعة وراجل مش زي محمود عز تمام اللي حصل إيه بقى إنه جماعة الإخوان طلقت بيان وتوزع على الإخوان فيه فقرة مهمة جدا أهو ده البيان اللي بيقولوا فيه إيه في هذه الأوقات الدقيقة نهيب المكاتب الإدارية والشعب على مستوى الجمهورية باحتواء الشباب المكافح المتحمس لقضية الأمة وإيصال الصورة كاملة بشأن الظروف التي صاحبت اختيار السيد إبراهيم مونير ليكون قائما بأعمال المرشد إذن إحنا عندنا هنا نوع من الانشقاق الجديد في داخل صفوف جماعة الإخوان نوع من التمرد من شباب الجماعة اللي شاف إنه هو مخدوع شباب الجماعة الإرهابية اللي شاف إنه هو مخدوع فالجماعة بتقول لهم لا جماعة ما تشميتوش حد فينا وأرجوكم اقبلوا إبراهيم مونير عشان يبقى قائم بأعمال المرشد العام للجماعة ليه الشباب بيرفضوا إبراهيم مونير لأن إبراهيم مونير وخلونا نسبق بالترتيب مع ليش يا شباب باع الجماعة يعني باع شباب الجماعة ليه لما انتقدوه لما انتقدوه وصل به الحال إلى إنه حرض الأمن التركي إنه لا يمنح الجنسية التركية ولا يمنح حق الإقامة للشباب اللي بيعترضوا عليه يعني هو الراجل سرق فلوسهم فقالوا له انت حرام يا إبراهيم فإبراهيم اللي هم الشباب دول اللي هم ضلوهم وطلعوا وراهم عشان بس أقول لكم هنا بنصور إيه بنصور إنه هذه عصابة تعادي دولة فهذه هي أخلاقيات العصاب يعني أنحطات العصاب فقالوا له انت حرام يا إبراهيم فإبراهيم قال لك الأمن التركي ما يدخلوش العيال دي ويمنعوهم من الإقامة هناك ويحجبوا عنهم الجنسية لأنهم طلبينها وقال لهم أصول العيال دي منضمين إلى جماعات مسلحة فإنت هنا عارف إنهم منضمين إلى جماعات مسلحة بس لما اختلفوا معاك أرشدت عنه كويس فلما طلعوا هنا كلام مش كلام أنا مسألة إنه أرشد عنهم وإنه بيحتقر لدرجة إنه قال لك الناس اللي دخلوا السجون دول بالنسبة لهم إحنا شايفين اللي دخلوا السجون من الإخوان على حق لكن هو كراجل مفروض إنه قيادة في الجماعة يقول لهم طب يعني أي حاج لكن تخلى عنهم وارونا سمعونا الفيديو ده اللي بيقول فيه كلام ده يا جماعة ونرعي الترتيب له اسمح لي سيد إبراهيم مونير اسمح لي يعني أنا آسف يعني أنا تبعت كثير من صفحات المنتمين لجماعة الخامسين سواء خصوصا اللي موجودين في إسطنبول أو غيره ورأيتم يؤكدون أن هناك عاند شديد يواجهها للمعتقلين هناك أيضا وصول لمرحلة من اليأس في ناس وغدا منهم إعدامات ومؤبدات وأحكام تصل لخمسين عام ليه بتستبعد فكرة أن هؤلاء الناس بالفعل وصلوا لمرحلة الألياس ستين ألف أسرة مين بيصرف عليهم في مصر هو بالعقل يا أستاذ أحمد الذي الآن لسنا نحن لس جماعة الأخوة المسلمين اللي أدخلتهم بالسد ولم تكن جماعة الأخوة المسلمين هي بالضغط تبري الناس اللي يكونوا أخوة المسلمين أنا أقول الآن هذه الرخصة موجودة الآن نقولها منذ أيام عبد الناصر هذه الرخصة مطلوحة لأي إنسان يريد تخرج ويتبرع حتى من جماعة الأخوة المسلمين سيد الرحيم أنت اليوم كأكبر رأسي في جماعة الإخوة المسلمين تتخلى عن المسئولية تقول أنا ماليش دعا ما دخلتهم شي السجن هم اللي يتحملوا اللي عايز يمشي يمشي أنت قائد معاك المجموعة مسؤول عن القرارات صح؟ لأن أنا اللي جبتك أنا المواطن البسيط جبتك أو أنا المنتسب للمنظمة جبتك أو أنا العضو في القزب جبتك إنما جيبت وبعدين ساعة ما تبقى قائد تقول أنا القائد وساعة ده تحصل كارسة تقول لا يا جماعة إحنا لو قلنا لحد تعالى ولا روح اللي عاوز يروح يروح واللي عاوز يجي يجي لا لخذ اتبعناك ومشينا الخطى ورائك اطلع اطلع روح مزارة روح مزارة تعال اعتصام تعال اعتصام اقول وحسابي على الله بل لا يحل أي عندي أنا أنه الحرام بعينه إذا تنادي الناس فيستجيبوا ثم تقع واقع فتقول لهم ما لي وما لكم ما لكم إلى شيء أنا ما كان مني إلا أن دعوتكم فاستجيبتهم أنا طبعا ما بستشهدش بكلام حمزة زومبي لأنه قال الحق يعني ولكن هو دليل على أن هذه الجماعة مثل اللصوص لما اختلفوا مع بعض فيفضحوا بعض على الملأ يعني هنا مش أن أنا بقولك فيه واحد منهم صاحب حق لا أدول زي الناس اللي سرقوا سريئة وبعدين اختلفوا فطلعت هذه الفضائح الحقيقة أنا قدام واحد من شباب هذه الجماعة الإرهابية اسمه عصام تليمة لو كان سكرتير القراداو عصام ده برضو وشه مكشوف وربنا الحقيقة مصلته على الجماعة حتى يفضح ولا أستشد بكلام عصام تليمة على أنه الحق ولكن على أنه دليل أن هذه الجماعة عندما يختلفوا فلا يتورعوا عن فطح بعضهم البعض بعد الأبضة على محمود عزات والكلام على أنه إبراهيم مونير يعني هيقود طلع عصام تليمة واللي هو إيه لأنه عصام تليمة تقدر تقول عليه رداح يعني راجل لا يتورع عن الرتح فطلع يقول ويكشف بقى اللجانة الإلكترونية بتاعتهم ويكشف الناس اللي عملوه إبراهيم مونير ومحمود حسين ومحمد الإبياري خلونا ناخد كده إيه الأخي عصام تليمة ده واحدة واحدة سمعونا الجزء الأولين محدش أبدا قال أي جملة يمين أو شمال تتعلق بإني حساب أو يمين أو المنازع واختلفنا كله اتكلم عن شيخوخة الرجل سن الرجل الاعتقال بالنسبة الرجل في هذا السن الناس تعطفت تعاطف كبير لكن في ناس لجانة إلكترونية عند الإخوان المسلمين عند قيادات الإخوان المسلمين اللي هم بيسموا بالقيادات التاريخية أو اللي هم دلوقتي موجودين في لجان أو في لجان وأنا هعمل حلقة كاملة عن في لجان ولا لا أو الأدلة والمواقف والوقائع لو حابين نعملها بوضوح يعني وفي ناس بيطيبض على كده وفي ناس شغلتها هي دي في عز الكلامنا وفي عز التعاطف فجأة طلعت لجان اللجان الإلكتروني أو الذباب الإلكتروني ناس بدأت تشارشاح وتقول لي أدبها وتشتي متهاجم في عصام تليمة في سليم عزوز في أسماء الشكر في فلان في كل اللي كانوا بينتقدوا الدكتور محمود عزت في قراراته أو في إنه رجل غائب عن الساحة وإني أعدت تقوله أين أعرفت أين هو الآن وطبعا ده مزايدة ومتجرة رخيصة لإني محدش فينا لا ساعة ولا عايز ولا تمنى ولا يتمنى لأي حد أصلا إنه يعتقل عند السيسي ولازم تفرقوا بين يا جماعة الخلاف الإداري والفكري بين أي حد وإني أتمنى له الأزى ده معنام السلوك سوي ولا خلق المهم من اللي كان دي خديتها فرصة وحبت تغسل سمعة القيادات الفسدة اللي كذبت فترة طويلة واللي فشلت فرصة فبقى نتكلموا عن إني على فلان وعلى اللي اعترضوا واللي يعتذروا سبت دلوقتي صحة كلام القيادة الصالحة والكلام ده وده كلام كله بلح كلام كذب ليه وإني آه إني كلكم كده أثبتوا أن أنت كنت أنتوا اللي بتشؤوا الصف كإني يا جماعة القيادات دي كانت اللهم صلى على النبي موحدة الناس وجاء صاب فهنا اعتراف واضح جدا بأنه الإخوان لديها لجان وأنه قيادات الإخوان لديهم لجان إلكترونية وزواب إلكتروني ده اللي احنا عادينا نقوله للناس هما هنا بيعترفوا به لنفسهم لأنه المشكلة في إيه أنه هو مش بيستخدم اللجان الإلكترونية دي ضد الدولة المصرية فقط ضد الرئيس فقط ضد الحكومة فقط ضد الإعلام فقط لا ده بيستخدمه ضد بعض فلما يبقى واحد مختلف مع الثاني فيطلق عليه الزباب الإلكتروني الإخواني زي ما هما بيقولهم لا بيكشف صمت لهم جزء آخر من مصايب الجابهة بتاعة محمود حسين ومحمد لبياري وبرايم مونير وده اللي التأكيد على إيه أنت جبت دام جماعة مهلهلة يعني أنت مجد تقول لي وإنت بتصدعنا بهم ليه الوقتي عشان أقول لك أنه هذه عصابة تتحدى دولة ليست أكثر من عصابة شقاقات انهيارات فيها خلونا نسمع صمت اليوم طبعا إحنا كنا ساكتين وجماعة تعطفنا زي لا تعطفوا لكن الناس قلبت التعاطف إلي أني عايزة تقلب علينا الطاولة بالكذب وإني تعمل غسيل سمعة للقيادات الفاشلة دي لا حضرتك حبيبي إذا أنت حاب تفتح الموضوع ده والملف ده لا التفاصيل مش كده تعالى فأين قد قلنا أين ليه اتنين بتقول والله والدكتور محمود عزة والتواصل بأمرت إيه يا جماعة الدكتور محمود عزة اللي خرجوا للساحة والناس مش معارضين محمود عزة اللي طلع محمود عزة من مخبائه الراجل بعد فض ربعة سنة سنتين كانن ولا حد بيسمع بي ولا حد بيسأل عنه اتنسى اللي طلعوا واستحضروا وحضروا من قبوه من مكانه محمود حسين وابراهيم منير ومحمود الإبياري عشان إيه عشان الخلاف اللي حصل بين مكتب إدارة الخارج أو مكتب يسمونه مكتب الأزمة ومع الرابطة ومع التنظيم اللي الدولي المخصوب بإبراهيم منير تحديدا ومحمود حسين ومحمود الإبياري النزاع حول للصلاحيات الإدارية والتنظيمية وعايزين يفشكلوا مكتب إدارة الأزمة ودي قصة هحكيها عشان الناس تفهم إيه اللي ظاهر في الإخوان طيب إذن مين اللي طلع محمود عزة عشان يقول يعزل محمد كمال ويجب محمد عبد الرحمن المرسي والمجموعة اللي معاه ويحصل الشق اللي حصل في الإخوان إذن اللي استحضر وحضر دولك محمود عزة من سكاته وصمته أنتو فما الجيش ترمي قميص عثمان تعال لأهول أنا لا ده في رقابتك وفأس الموضوع تعلق في رقابتكم وإلا بقى هنستدعي نفس الحالة يبقى أنتو اللي وراء مقتل الدكتور محمد كمال والجماعة اللي تصفوا معاه لأن انتو اللي كنتو بتوقفوا في الإعلان وفي الإعلان وتعلينه أن الخلاف في الإخوان على السلاح والعنف وأن محمد كمال وأن محمد كمال وأن معابته الأصابة الناس بتبلغ عن بعض بيدفعوا أن واحد يظهر وبعدين يكونوا سبب في مقتل تبقى لكلامهم محمد كمال تعرفين محمد كمال ده الأسس اللي جاني النوعية بتاعت الإخوان حاسم ولواء السورة وغيرها فهنا اتهام برضو ده دليل الانشقاق بين هذه القيادات طيب ياخدك بقى للفكرة أن القيادات بتاعتهم بتفابرق رسائل وده اعتراف أخر خلونا نسمع اللي خلاني قلت يا جماعة أني دكتور محمود عزت مش على تواصل وأنتم بتجذبه على لسانه لأنه بلغه الشيخ القرداء برسالة في منتهى الإساءة في منتهى الإساءة لمقام الشيخ على لسانة دكتور محمود عزت وأنا سعيدة قلت للشيخ القضاوي مستحيل أنا أقسم بالله أن الدكتور محمود عزت يقولي الكلام ده هذا رجل مؤدب وحيي أختلف معاه في الإدارة والفكر والتشدد في أمور لكن لا يمكن يمس من قامك أو يغلط في حد هذا عنده حياء حياء شديد وفعلا طلعت متأكد رسالة من فابريكا زي ما فابريكا رسل كتير مش مستبعدة يعني فيا جماعة احنا كان رضونا عليكم على فابريكتك وعلى لسانة دكتور محمود عزت مش أننا مش واسقين في الرجل وعلى خلافنا معاه إدارة وفكرين لكن في فابريكا في حاجاتك يتقال على لسانه لا يمكن تطلع من يوصل بقى الأخ عصان تليما إلى مسألة إبراهيم مونير وتعيينه وأنه إزاي هما بيشقوا صف الجماعة المشؤوء أصلا وإزاي وصلت اللجانة الإلكترونية بتاعت الإخوان لقمة قلة الأدب والبزاء ده مش كلامنا ده كلامه هو خلونا نسمع الجزء الأخير ده فقضيك يا جماعة شق الصف الجماعة كان كيان واحد من اللي حل مكتب الأزمة من اللي فاشكل التحالف دعم الشرعية من اللي دمر المجلس السوري من اللي رفض مبادرة القرضاوي من اللي رفض مبادرة البرلمانيين الإخوان من اللي رفض مبادرة التحالف دعم الشرعية من اللي رفض مبادرات علماء كتير طرف واحد محمود حسين برايم مونير محمود الإبياري حمد البحيري ومن معهم وهحكي بالتفصيل كل المبادرات دي يا جماعة فبقى مين اللي شق الصف مين اللي شق الصف في تركيا وبدأ بأول معركة بعدما كانت الناس متوحدة وإجماع على عمل جماعة عمومية فجأة طلعته قرار لأستوى إبراهيم من لندن تلغو تلغو شورة بالإجماع عشان رأي واحد ده فين إن شاء الله عبادة الفرد دي يا جماعة رجاء حكاية إن كنتوا تدعوه والكلام ده لا فلا الناس اللي عرضت شقة الصف ولا الناس اللي قالت تخالف قراء الدكتور محمود عزة دعت لي تسليم ولا سلمت ولا عملت لا حضراتكم اللي طلعوا من قمقمه اللي استدعاه عشان منصبه التنظيمي فعايزين تتكلموا لا قولوا الحقيقة واللي جاء للدكتور مش هترهبنا بالمناسبة أنا كنت في حل من إن نتكلم أنتوا لا وأنا كنت بارح ومقاخد قراري ولا هعمل على قناة فيديو ولا هكتبين لأن أدعي لراجل الله يفك أسره وفك أسل جميع لكن فجئنا بي طبعا بكم البزاقة وقلة الأدب والاتهام يعني عارفين الماس يقولك اللي مش عارف إيه تبليك واللي فيها تجيبه فيك ده بالظبط اللي حصل يعني ناس متهم ومدانة عايزين يبرعوا نفسهم يبرع نفسك من إي حضرتك لا يا حبيبي واو دكتور محمود عزة من الناس المدارة في ملابس كشف الله سطرهم وفضحاهم على رؤوس الأشهاد تعارفين استجاب الله لدعاء كثير من المصريين في حق هذه الجماعة الإرهابية اللي هو اللهم مضرب الظالمين بالظالمين أهو قدام حضراتكم جماعة مفتتة منشقة والأسف الشديد لا تكتهد إلا في تضليل الناس في مصر ونشر الشائعات والتحريض على الفوضى وهم دول اللي عاوزين ييجوا تاني ويحكموا تاني ومحدش يقول يا جماعة أنتوا شغليننا بالإخوان أكتر من اللازم أرجوكو لأنه الناس دي شغالة ليلة ونهار على استعادة ما كان هم دول ده شكلهم ده الشيخ بتاعهم فإحنا بنوري لحضراتكم نموذك ليه التسكرة عشان تبقوا بس فاكرين وشايفين وضعوهم واصل لحد فيه إحنا خلصنا كلامنا نهاردة ألتقي بحضراتكم غدا إن شاء الله واتصبحون على وطن